أهلا بكم أينما كنتم إلى برنامجكم اليومي من أجل الكويت من المؤلم بل ومن المستغرب أن نتحدث عن إرهاب في دولة مثل الكويت الموصوفة بطباع الإنسانية والتسامح وبمجتمعها المسالم الذي عاش قرونا من الوئام والتفاهم والترابط وسيظل إن شاء الله أراد الإرهاب شعل فتنة بين المكونين الاجتماعيين وإضعاف التماسك الاجتماعي يؤدي دائماً لتفتيت المجتمع وإضعافه لكن المجتمع الكويتي أثبت صلابته وأصالته وبرهنت القيادة السياسية على التصاقها بالشعب فهونت زيارة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لمسجد الإمام الصادق وإجراءات السلطتين هونت بشكل كبير من وقع الفاجعة على أهالي الشهداء وردت الكويت كيد الإرهابيين إلى نحره استراتيجية مكافحة الإرهاب والتعاون العربي والدولي في هذا الشأن نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور ظافر العجمي المدير التنفيلي لمجموعة مراقبة الخليج ونرح فيك دكتور لكن في البداية نتوقف عند هذا التقرير الذي يعرفنا بالتعريف الإسلامي للإرهاب وعقيدة الانتحاريين التعريف الإسلامي للإرهاب أنه العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه ويشمل صنوف التخويف والأذى والقتل بغير حق وكل فعل من أفعال العنف يقع تنفيذا لمشروع إجرامي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ومن صنوفه إلحاق الضرر بالمجتمع وبالبيئة وبالمرافق وهذا كله من صور الفساد في الأرض التي نهى الله عنها في قوله ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم والطبيعة الإنسانية السوية تميل إلى حب الحياة وعمارة الأرض وهو ما حثن عليه ديننا الحنيف لاستثمار قدرات الإنسان في العطاء والشراكة لتحقيق فاعلية تلك العمارة ويستقيم معها حق الإنسان في العيش بحياة آمنة لعز دينه ويبني مستقبله ومستقبل وطنه لكن في الأوينة الأخيرة نفذ انتحاريون كثيرا من الحوادث الإرهابية في العديد من الدول والعقيدة التي تستعمر العقل وتربي أتباعها على ثقافة الفكر الانتحاري هي وثنية وحشية وعلاقة الفرد داخل تلك العقيدة تتجاوز أسس التعايش السلمي إلى علاقة الصراع وتمحو مفهوم التدبر لأن من يختلف مع المرضى المصابين بالتفكير الانتحاري مصيرهم الموت ولتجنيد الانتحاريين يلجأ قادة التطرف إلى استخدام حوافز دينية وطائفية مضللة ومحرفة كما يعملون على الدوافع اللاشعورية للانتحاريين مستغلين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث يتم عزل الانتحاريين وتدريبهم على رياضات جسدية عنيفة وتلقينهم أفكارا متطرفة وإيهامهم بنيل الشهادة لقد كرم الله الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل للتمييز بين الحق والباطل والخير والشر والنفع والضرر لكن قادة التطرف والإرهاب تصيدوا فئة جاهلة وضلة من الشباب ليعثوا في الأرض فسادا وإفسادا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أهلمكم الجديد إلى ضيفي في الاستيديو الدكتور ظافر العجمي دكتور مباشرة أبدأ من غير مقدمات لماذا أطل الإرهاب برأسه على الكويت؟ العوامل الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم في تقديري أن الأسباب التي دعت أو أدت إلى وصول الإرهاب للكويت ليست أسباب كويتية بنفسها هي أسباب خارجية أكثر من أن تكون كويتية يعني الإرهاب لم يختر الكويت بعد دراسة أو تمحيص بأن تكون بيئة حاضنة أو أن تكون بيئة صالحة لتنفيذ ما يجول في خاطره من أهداف الأسباب التي دعت الإرهاب إلى الوصول للكويت كما قلت هي أسباب خارجية تخص التنظيمات الإرهابية نفسها وما حدث في الكويت مؤخرا في مسجد الإمام الصادق كان من فعل العصابة الإجرامية داعش وبأسباب تخص داعش بالدرجة الأولى يعني السبب الأول أنها أرادت أن تقوم بتملص استراتيجي لفك الحصار عن نفسها في ساحات القتال التي تدور حاليا بينها وبين منافسيها يعني هي تتعرض لضغط من قوات التحالف تتعرض لضغط من القوات العراقية وتتعرض لضغط من المنافسين في الساحة السورية كل هذه الأسباب أدت إلى خروجها لفك هذا الحصار الذي حدث عليها وتوجهت إلى ميدان آخر حتى تديم التواصل الإعلامي وتديم شعارها بالتمدد أو القوة مع مريديها والتبعين لها هذا السبب الأول السبب الآخر هو أنها حست أن هناك مزاج طائفي يتكون في العالم العربي كله وليس في الكويت هذا المزاج الطائفي جاء جراء ما يحدث في سوريا ما يحدث في العراق وما يحدث في اليمن فحست في تقييمها العملياتي أن هناك فرصة لخلق بلبلة وزعزعت الأمن في بلد مثل الكويت وداعش ومن على شاكلتها لا ينمو ولا يستطيع أن يتحرك إلا في مثل هذه البيئة السبب الثالث لهذا الأمر كما قلت أنها تحس بأنها أولا هي في تعريف الكثير من مختص الإرهاب هي إرهاب ما بعد القاعدة وسيكون هناك في رأيهم أيضا إرهاب ما بعد داعش يتحدثون عن شيء يسمى تنظيم خرسان أو مثل هذا الأمر فهما إلى الزوال ويتطورون تنظيم داعش حاليا يريد أن يحل محل تنظيم القاعدة فيجب أن يكون منافس جهادي لها على أكثر من ساحة يحتاج إلى دعم لوجستيك يحتاج إلى دعم من مجندين لكن التنسيق كان عاليا في ثلاث عواصم مؤثرة هذه قضية ثانية للقلق أنا بغيت أن أقول بس أنهم يريدون أن يحلوا محل القاعدة فقاموا بما قاموا به حتى يكونوا الواجهة الجهادية الجديدة للمتطوعين وللدعمين ماليا ما ذكرته صحيح هو ما يطلق أي متابع للأمر هو التزامن الداعشي التزامن الذي حدث لا يتم في العمليات التي تمت سواء التي تمت في المملكة العربية السعودية ثم في الكويت وتزامن ما حدث في الكويت مع تونس وفي فرنسا أيضا ثم ما حدث بعد ذلك في مصر وإعلان الداعش عنها هذه الأمور هي فعلا مقلقة لأنها تحتاج إلى رقيف التخطيط تحتاج إلى رقيف الإمداد أو الجستيك تحتاج إلى رقيف توفير الانتحاريين اللي يقوموا بمثل هذا العمل بهذا الزخم وهذه الكمية هذا هو فعلا ما يقلق في كل العملية لأننا في الكويت نعلم أن من نفذ العملية ينتهج أسلوب الداعش وهو المنفذ المنفرد أو اللون وولف دكتور هذا السؤال يا دكتور الارهابي المفجر موري 92 لم يغادر المملكة إطلاقا من الكويت البحرين من المملكة البحرين إلى الكويت ومن ثم قام بفعلته الشديعة متى حقن متى تربى على الفعل الداعشي كيف وصل إليه أن يقدم نفسه هدية لداعش ويفجر نفسه أمر مدعاة إلى التفكير والتمحيص والتحليل أيضا دكتور أولا مفجر مسجد الصادق لم يخرج من السعودية ولم يبدل طيارته في البحرين حتى يضرب في الكويت هو خرج من سوريا كفكرة والإرهاب قبل أن تكون أي شيء هي فكرة هي فكرة في خطاب نشاز هي فكرة في تغريدة شاذة قبل أن تكون سلاح في يد مجرم هذا هو تعريف الإرهاب هذا المجرم الذي نفذ العملية في الكويت هو كان تحت تأثير هذه الأمور حتى أنه لم يخرج من السعودية كما قلت لم يزور سوريا حتى يتبع داعش تبعية مباشرة لم يتأحل تأهيلا داعشيا سواء بالعمل الميداني أو سواء بالتلقين الديني أو التثقيفي لم يتواصل معهم وهذه مشكلة في التنظيمات الإرهابية الجديدة أن بعض الناس أو بعض الناس من يفتقد إلى الهوية يتبع فكرة يستحليها أو يستسيغها فيتبع هذه الفكرة وينفذ بعض الأعمال إرضاء لهذه الجماعة حتى تصل إلى درجة قتل نفسه لأنه يعتبر بالتالي إذا لم تحصل له الجنة فهو سيصبح رمز لهذه الجماعة التي استهوته أفكارهم أو استهوته ما يطرحون ليس بالضرورة أن يكون منفذ التفجير على اتصال مباشر أو من عناصر داعش الأساسية ليس بالضرورة أن يكون على اتصال مباشر بهم أو أن يكون جلس معهم تحدث معهم أقنعوه قد تكون هي فكرة طائشة شيطانية استهوت هذا الغير سوي من نواحي عدة يعني تعليمه متواضع تعليمه الديني متواضع غير مطلع يعني غر أو صغير في السن فتستوي مثل هذه الأفكار فيتبناها أكثر من داعش أنفسهم طيب ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية أحسنت مثل هذا الأمر يعني هذا ليس حصرا على المتعصبين أو المتطرفين لدينا هي كما حدث أيضا في أمريكا في أمريكا من نفذ العملية ضد كنيسة للسود الأمريكان وهم أيضا مسيحيون مثله هو كان تحت تأثير كنيسة أخرى منافسة تكفر هذه المجموعة أو ترى أنها عار على الدين المسيحي فهو تبنى أفكارهم دون أن يكون على اتصال بهم ونفذ جريمته البشع فليس هناك حدود لإنجذاب للعمل الإرهابي يعني ليس هناك حدود بين بلادنا والبلدان الأخرى بعد التفجير مباشرة دكتور اجتمع وزراء الداخلية في الكويت وقالوا بأن أمن الخليج يعني كل لا يتجزأ سؤال كيف الوزراء الداخلية بهذه المنظومة بمكافعة إرهاب أن يصدوا هذا التغلغ إنجاز التعبير الإرهابي في دول مندج التعاون أنا في تقديري وليس ترجل الأمن لكن في تقديري بالنظر إلى البيئة الأمنية الحالية هناك جبهتين يجب أن نعمل عليها يعني الجبهة الأولى أن هذا الإرهاب ليس في بلداننا فحسب مصدر هذا الإرهاب معروف في سوريا وكنا ضحية لتجربة أو سيناريو مماثل من قبل الحرب الإيرانية العراقية وتطاير الشرر من تلك الحرب وصلنا بالكويت بأعمال إرهابية الآن ما يجري في سوريا وتبعاته أيضا ستصلنا فهناك جبهة بعيدة يجب أن يكون لنا فيها يد المنبع سوريا المنبع في المناطق الغير مستقرة التي تقوم بجوارنا ليس بالضرورة سوريا سوريا العراق إيران اليمن أي أنك مفجرات النزاع أو مفجرات الإرهاب التي تصلنا هي موجودة في جوارنا الإقليمي يعني أنا دائما ما أكرر نحن جزء من جيرة إقليمية سيئة الطباع فيجب أن نتعامل معها من هذا المنظور هذا السبب الأول يجب أن يكون لنا يد في الحل الاستراتيجي البعيد في مصدر هذا القلق الأمر الآخر أن لدينا من القوانين أو الحياكل التنظيمية بين دول مجلس التعاون ما يكفي لحل هذه المعضلة لدينا الانتربول الخليجي وقد أقر مؤخرا من خلال هذا الانتربول يمكن تحقيق الكثير من التعاون بين دول مجلس التعاون أبعد من ذلك أبعد من الانتربول الخليجي دكتور ما يعني أنت تفضلت وقلت بأن هناك أيضا مناطق نزاع جذبت بعض الأناصر الخليجية لهذه البيئة السيئة لكن أبعد من ذلك دكتور وصل الأمر إلى أمريكان وأوروبيين ينجذبون طواعية إلى داعش ما هو السبب؟ في تقديري يعني هناك عدة أسباب لكن في تقديري الخاص أن نرى قوات التحالف تهاجم داعش وتهاجمهم بوحشية في بداية الغارات وتستمر طوال هذه الفترة ويكون تحت القصف المروع ومع ذلك تزداد وطيرة التجنيد ليس هذا في حسب لكن نجد المتطوعين ومن ضمينا لداعش فتيات ومن أجناس أوروبية لم تكن مؤهلة خليط غريب دكتور من بيئتنا التي قد يتبنىها من يبحث عن الشهادة أو الجهاد في مفهوم المتطرف إذن ما الذي يدفع هؤلاء الذي يدفع هؤلاء ببساطة أمور عدة من أهمها الإثارة يعني الإثارة التي يجدها المنظم لهذه التنظيمات الإرهابية يعني مثلا أن يكون مراهق أو ما فوق المراهقة بسنوات ويكون يعيش حالة ملل لم يرى بندقية في حياته ألا في العاب البلاي ستيشن لم يقتل أحد لم يرمي أحد أن تحضره إلى ميدان المعركة وتعطيه رخصة للقتل إذا كان مسلما تعيده بالجنة تعيده بالسبايا إذا كان فقير وهو من نفس بيئتنا في سوريا في العراق تعطيه راتب 500 إلى 1000 دولار إذا كان مجرم من البعثيين أو من بقايا الجماعات المجرمة الشاذة في المجتمع هذا الذي يبحث عن الإثارة والذي يبحث عن المال ومن لديه نوازع إجرامية وجدوا هيكل يضمهم أو إطار إطار هيكل أو مضلة تضمهم هي داعش داعش تستهوي هذه الثلاث من الفئات من يبحث عن الإثارة من يبحث عن المال ومن كانت لديه نوازع إجرامية وأسلوب حياة لا يناسبها إلا هذا النوع من العمل مما يوسف له أنها وصموا أو سميوا بالصفة الإسلامية فأضافت لنا همّا آخر هو الإسلامفوبيا الآن نعم هي أضافت الإسلامفوبيا في المجتمع العالم إنه صار هؤلاء بهذه الوحشية احتلال منابع النفط يعني لا ترى مثل هذه الأمور إلا في أفلام يعني ماد ماكس وأفلام مثل هذه الأفلام إلا ترى التوحش يقتلون بوحشية يسيطرون على منابع الطاقة يسرقون البنوك يسرقون الآثار جميعها لجمع المال واستمرار العمل أو العمل الإرهابي والعنف الذي يمارسون هذه لا ترىها إلا في خيال إلا في خيال يعني حتى السينما لم تصل إلى تصوير هذه الحالة الآن نرىها واقع أمامنا فهذه المشكلة يعني أن العوامل الثلاثة هي التي جمعت من هو منظوي تحت كلمة داعش طيب الكويت الآن أمام حرب مفتوحة مع الإرهاب سؤال كيف يمكن تحقيق استراتيجية أو يمكن تحقيق نوع من تصادي الإرهاب سيما وأنه قبل أشهر عقد في الكويت منظمة التعاون الإسلامي وعملوا استراتيجية لمكافحة الإرهاب إذا الكويت الآن تعيش مرحلة مفتوحة مع الحرب على الإرهاب الكويت السعودية دول الخليج الآن مكتملة أنا قلت أن الكويت تمر بما يشبه 9-11 أو 11 من سبتمبر في أمريكا ما حدث في أمريكا غير أمريكا للأبد غيرها في جوانب سلبية وجوانب إيجابية من التقط هذه الفرصة لتحقيق جوانب إيجابية بإمكانها العمل الآن أصبح لدينا مسوغ للخوف أصبح لدينا هي أيضا من جانب آخر كانت جرعة قلق إيجابية للمجتمع الكويتي هي ترى حفزت الوحدة الوطنية يعني ما حدث في أول يوم مشاهدة سيدي صاحب السمو في موقع التفجير في موقع الحادث أنا مريت في الشارع الذي كان فيه ازدحام على بنك الدم من كافة أطياف المجتمع ما نراه من شعارات ما نراه على كل مستوى هذه كانت الجانب الإيجابي من 9-11 الكويت اللي هو حادث مسجد الإمام الصادق الجانب السلبي هو أن تكون هذه ذريعة لمن في نفسه مرض بأن تكون لتأليب بعض على بعض لأن نعطي فرصة لمن نفذ هذا الحادث بأن يكيش أو يحصل تبعات ما جرى بأن يستفيد منها لأبعد حد انظروا ماذا جرى فيؤلب جماعة على جماعة يعني عندما بدأت الحادث أو الحادثة كان هناك قضية أن هؤلاء لم يأتوا إلا نتيجة التحريضين لكن من الخطأ أن نتقاذف كرة التحريض بأن ينقلب الآن من كانوا ضحية فيحرضون على من يعتقدون أنهم مصدر هذا الأمر فنتقاذف تحريض ضد بعض ويستفيد من قام بهذا العمل لأبعد حد في مساء بهذه الخطورة وهذه الدقة وهذه أيضا الحساسية كيف تتقاذف أشخاص معينين سواء في مواقع التواصل الاجتماعي ليست هذه مسؤولية الدولة يعني كيف للشخص أن يعطي رأيا عاما مغايرا للواقع وبالتالي هذا دور تدخل الدولة وزارة داخلية ودور جهات أيضا معنية هو إذا بنتحدث عن دور الدولة فيما حدث أنا صراحة يثرج صدري أن أفتخر بالأداء الحكومي الذي تم الدولة قامت بإدارة الأزمة إدارة محترفة لم تترك الأمور تسير بمفردها لم تترك ثغرة حتى يتدخل عامل خارجي في الأمر لم تترك حتى من في نفسه مرض أن يتدخل ونسمع أصوات نشاز أو شاذة تصف رجال الأمن بالقصور حتى يختطفوا دور الدولة ويقوموا بدورهم فكانت إدارة ناجحة للدولة من رأس هرم الدولة سيدي صاحب السمو وحضوره حتى رجال الأمن الذي شاهدناهم وكانوا رمز الوحدة الوطنية صلوا في المسجد الذي تم فيه الحادث في مسجد الإمام الصادق ثم رأيناهم في التنظيم ورأيناهم في الإجراءات في مسجد الدولة الكبيرة وأيضا رأيناهم في موقع الجريمة فأنا أحيي رجال الأمن الكويتيون وهذا ردا على من قد يجد ثغرة ويتحمهم بالقصور لنوايا في نفسه يعني أن يقوم بدور الدولة أو أن يحرض على الدولة أنها مقصرة أو لأسباب عدة فأنا أعتقد أننا أدرنا الأزمة حكومة كويت أدرت الأزمة باقتدار منعت التدخل الخارجي أو الداخلي بأن يدير الأمور بدل أن تديرها الحكومة وبسطت سلطة القانون نعم وبسطت سلطة القانون دكتور ما يحققه تنظيم داعش في سوريا في العراق ما يثير عندك مخاوف على الأقل إذا ما تقدم الحد مننا ما يثير عندنا أيضا بدون شك يثير المخاوف وكما تحدثنا يعني التزامن في العمليات الأرهابية قدرتهم للرقيب مثل تنفيذ هذه الأعمال الأرهابية بنفس الدقة في نفس الزمن كلها يجب أن نتجاوز الحلول التي وضعت من قبلنا أو من قبل حلفائنا للتعامل مع إرهاب القاعدة هذا نوع من إرهاب ما بعد القاعدة يجب أن يكون له نوع من الإجراءات الآن نحن لن نعدنا تعامل مع خلايا إرهابية أو مجاميع يمكن أن نرصدها مبكرا هذا منفذ منفرد من الصعوبة بمكان أن تعرف أن هذا سيقوم بعمل إرهابي بحكم أنه لا يثير الريبة ليس هناك ما يشير إلى أنه لديه دعم من أحد أو أنه دكتورة لفت انتباهي في صدر حديثي معاك أنت قلت والله أن القاعدة انشقت وإيضا استنسخت منها أيضا داعش ومن داعش ستحدث حالش ومالش وما هناك من تسميات غريبة عجيبة نحن أمام تسميات إلى ما لا نهاية دكتور أم ستقضى على القاعدة من خلال الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي أي أن كان؟ هو البعد الدولي والبعد الإقليمي يؤثر كثيرا فيما يجري في مكان ولادة هذه التنظيمات الدول تحكم قراراتها الكثير من السياسة والكثير من المصالح ليس من مصلحة جميع الدول أن ينتهي الإرهاب فجأة يعني الإرهاب صناديق واعدة للكثير من الدول يجري الاستثمار فيها يعني المنظمة إرهابية هي صندوق واعد لدولة معينة أن تستثمر في هذه المنظمة الإرهابية أقولك شون بدل أن تهدر أموالها في جيش مدرب ويستنفذ ميزانية بدل أن تهدر أموالها في عمل دبلوماسي مضني بإمكاني أن أدفع بعض الأطراف التي تخالف سياستي أن أدفعهم إلى طاولة المفاوضات بأن أجعل منظمة إرهابية تدفعهم لهذا الأمر هناك العديد من الدول لا تتمتع بأخلاقيات العلاقات الدولية فتمارس مثل هذا النوع وتتدخل في عمل هذه المنظمات لتحقيق أهدافها التي تريد فكما قلت هي صناديق واعدة والاستثمار فيها جيد للعديد من الدول التي لا تراعي الأخلاقيات في العمل الدولي فبدون شك من يتحكم في هذه المنظمات حتى نقول ستنتهي قريبا ليس نحن فقط هناك تجاذبات إقليمية هناك تجاذبات دولية متى سيعي العالم أن هذه المنظمات هي ضد الاستقرار هي ضد الحياة الكريمة لشعوب هذه المنطقة وأن نتحول من متحدي إلى صديق هو بأن يعرفوا أن مثل هذه المنظمات هي من مفجرات النزاع وليس من الاستقرار أو أنها لن تخدموا لتحقيق الأهداف التي تريدونها في المنظمات طيب دكتورة وفق المعطيات الإقليمية العربية حاليا الآن الكل تأذى من الإرهاب سعودية الكويت البحرين مصر أي أن كان في الدول العربية والإسلامية متى يمكننا القول أن نفصل في هذه المسألة ونقضي ليس جذريا على الأقل لكن نحد منه بشكل كبير على قضية الإرهاب في الوطن العربي والإسلامي يعني هناك اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب هناك اتفاقية خليجية لمكافحة الإرهاب كما قلت هناك يعني إن لم تكن خلافات لكن هناك اختلافات بين العديد من الدول حتى بين دول مجلس التعاوني أنفسهم ومن مثل هذه الأمور هو تعريف الإرهاب هو تعريف من هي هذه المنظمة هي قائمة دول الإرهاب ما هي قائمة دولة معينة في دول الخليج تضم قائمة تختلف عن القائمة الأخرى فهناك الكثير من الأمور التي لم تحسم في هذا الأمر حتى نستطيع أن نقول أن الأمر جاهز للتحول إلى ميدان المعركة وحسم الأمور يعني هناك إجراءات ما قبل المعركة لم تنجز حتى نكون جاهزين لمكافحة الإرهاب ومثل ما قلت لك من ضمن هذه الأمور هو تعريف الإرهاب تحديد المنظمات الإرهابية والأدوات التي ممكن أن نستخدمها ضد هذه المنظمات دكتور جاب الله أختم تقول شيء؟ طولة عمرك حفظ الله الكويت وشعبه من كل مكروه الكويت ليست لها ذاكرة طائفية حتى يستثمر الإرهاب عندنا فالحمد لله يعني ما رأيته يثلج الصدر وأعتقد أننا إن شاء الله تجاوزنا معم في كل شكر والتقديل للدكتور ظافر العجمي المدير الأقليمي لمراقبة الخريج في الكويت شكرا جزيلا اقتقيكم إن شاء الله في الغد مع ضيف جديد في برنامج من أجل الكويت لذلك الحين كما قال الدكتور ظافر العجمي حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه طبتم وطابة أوقاتكم دائما من تلفزيون دولة كويت في أماتنا شكرا دكتور